موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في القناة فينا وتتغذي الإخوان أني سوف تفرج هذا الفيديو يا الله يجزيكم أتسل إخوان تسجعنا سوف نحفظ صدار بالعالمين سوف نحفظ صدار بالعالمين ولكن سوف نحفظ أتسل إخواني سوف نحفظ سوف نحفظ سوف نحفظ سوف نحفظ الله يجزيكم رئيس الاتحاد مليليا لرواد الأعمال إنريكي الكوبا يقارس ممشتمسا نهارو مديوسا رئيس الحكومة الإسبانية لتعلم غريبي قال لقاء أكل ملك محمد السادس حفظه الله نهارو يتفقن كل شيء مغربية يعتار في رئيس الحكومة الإسبانية ومسفهما حتى من تنهار المعابر الحدودية السبتة ومليا والحدود البحرية لا يتفقن ومسفهما في اختجارة لا يتفقن نهارو لا يتفقن نهارو ولم يتفقن نهارو ولم يتفقن نهارو وكيف وقت لم يتفقن نهارو ومسفهما وكيف وقت مرهما ومجد 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 ومناسبة حقا تغذيس في المكتب. ولكن انتظى تبدأ زي زيرو. تبدأ زي زيرو اتصغير. ولكن مليليا تغذيس المكتب انتظى تحلم المشكلة لتعظم المكتب. ولكن مليليا تغذيس المكتب الجديد. ولكن مليليا تغذيس المكتب الجديد. ولكن مليليا تغذيس المكتب الجديد. اخواتي انريكي الكوبة رئيس اتحاد مليليا لرواد الاعمال. كي يقول علش نهار جاء رئيس الحكومة الاسبانية الى المغرب بعد اللقاء ديال اه يعني ديال رئيس الحكومة بيدرو سانشيز والملك محمد السادس حفظه الله دال واحد الاجتماع على هاد فتح ديال معابر سبتة ومليليا والحدود البحرية. قال علش داك النهار اه منين تفقو على فتح ديال معابر سبتة ومليليا علش ما تفقوش داك النهار داك نهار سبعة ابريل علش ما تفقوش على يعني على فتح التجارة ديال اه يعني دال الجماريك فتح المكتب اه اللي كان في مليليا تقريبا هاد اربع سنين اه من دال اغلاق هاد المكتب باللعوه هاد المكتب اللي كان في مليليا ودابا علش ما تفقتوش على التجارة اللي غدي تكون بين البولدان. انريكي الكوبا يعني قبر عبع سنين قبر ماذا باللعن المكتب الجماريكي الدين ديميل الييا الصوفان يعني دا عام النواها. دا عام النواها يعني خمس سنين. ارخوي عبع سنين سقومي بلع. اعني اتخاس عام. تقع خمس سنين. يعني الشنا سنيني قوار 2017. ما بين 2017 الى 2018 صوفان عبعين مليون اليورو. عبعين مليون اليورو. عبعين مليون اليورو. يصوفان السرعة. كتخل المكتب الجماريكي الدين دي مليليا. تفقى بالنسبة. اخواتي. بالنسبة ايش كيقول. اه انريكي الكوبا رئيس الاتحاد مليليا الاعمال. ايش كيقول. اه ما بين 2017. يعني قبل ما يصدوا المكتب الجماريك في مليليا. ما بين 2017 حتى 2018. خرجوا تقريبا بعين مليون اليورو. دي السلعة. خرجت من الجماريك دي. من مكتب الجماريك دي المليليا. ما انا يريد انتظروا تخصية ما يسمى. وقال نغوم الاقتصاد من اسبانيا اقدي مليليا تسبت. الاقتصاد خصوصا مليليا. بل كي يسمى وانتظروا تخصية ما يسمى. بان تسابطها. تقصية التهريب المعيشة. تقصية الدنيقاح. تقصية في الدينية التهريب المعيشة. تقصية تسبت. ولكن دي مليليا. تقصية عظهر رواج. تقصية عزر خدمت. مثل ان قل نغوم ايش كي يسمى. بان الاقتصاد. الاقتصاد السبانيا يقصية دي مليليا. وانهارا يبدو عن فقد الاقتصاد فقدر الاقتصاد نصم رخوك لا يريد إسماء رخوك لا يتم إعتماد لا يفعلون في قوة الشيئ لا يتم إعتماد في قوة الشيئ لا يفعلون في قوة الشيئ لا يزرعون ولكن لمرة نجد من أجل إنتشاء الله ونجد من زيارة الوفد الوزارة بين المغرب كما تفهم الخاصة العادة كما تفهم الخاصة عادة يتوقع المكتب يعني قدار مكتب يتوقع المكتب يتوقع عند قول ١٨١١ ويقوم بإثبتها أجد المكتب الجديد ويقوم بإثبتها يقوم بإثبتها كما يقولوا كما شفت فاتصفة يقولوا بأن بقى أسبوع سيكون زيارة الوفد الاسبانيا هنا المغرب سيكون النقاشات الاجتماع الوفد المغربي ووفد الاسباني سيكون هنا في الريباد سيتفهمه على السلعة سيكون مكتب جديد في اسبتة سيحلو المكتب سدينه تقريبا بعض سنة ونتمنى ان شاء الله ترجع تجارة بين البلدان سترجع الرواج كما كانت وقالونيا ستكون تجارة قانونيا ولكن سترجع الرواج مهم كل شيء سيخدمين ان شاء الله قانق ملو دارين في التجارة يعني اكل بلدان خميقة بلدان قابان خميقة اسبانيا اكل مغرب ملو دارين بالسلعة يعني ملو دارين بالتجارة صراحة ممشت وليت ما اسمها بان مليليا مليليا اتسبت ترجع الاقتصاد خانق يعني اجل الاقتصاد بشيسن قانشين اغمي جيفن جيفن يعني الاقتصاد وشيقان مرود يزدارين بالسرعة اجل المشكلة قران سيقع اسبانيا اجل المشكلة قران الاقتصاد سيقع اسبانيا اجل اخواتي بالنسبة الى ما ارجعوش التجارة اللي غد تكون بين اسبانيا والمغرب صراحة كما اشفنا بان مليليا واسبتا كتعيش واحد الاقتصاد خانق واحد الاقتصاد خانق تقريبا هذه عامين انص وهي كتعيش هذه الاقتصاد ولكن الى ما ارجعوش التجارة بين مليليا واسبتا الى ما ارجعوش التجارة كما كانت رغد يوقع مشكل كبير لاسبانيا على حسب التجارة وعلى حسب الاقتصاد اللي كتعيش حاليا اخوتي اخواتي الله جزيكم ما تبخلوش عني لا بل لكو البرتاج باش نستمر فالخانات المتواضعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته